على كل حال للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الناقد السينما إلياس دمر أهلا بك معنا أستاذ إلياس في الضفاف أهلا إلياس يعني كالعادة دائما نلجأ إليك لفهم ما يجري وفك تلاصم ربما السينما بداية يعني على الرغم من نجاح أفلام مثل مين جيرز وبوب مارلي المفاجئ عمليا هذا النجاح إلا أنه بعد مرور شهرين كاملين منذ بداية هذا العام لم يحقق أي فيلم عائدات تخطط المئة مليون دولار عبر شباك التذاكر الأمريكي بين هذا المد والجزر هل سيكسر ديون تو التوقعات بنجاح أكبر ومستدام برأيك؟ أولا تحية السينمائية عزيزة جدا لكم أعزائي مونة ورشيد يعني مثل ما ذكرت عزيزة رشيد الفيلم نئات بكوة وأنا يعني هلأ بدأ استحضر تقولوا مفرد من الفيلم لسان الغيب يعود ويعود فعلا جوابا على سؤالك لنجاح طويل ومستدام لفترة طويلة لماذا؟ لأنه من بعد ما شهدنا جزء الأول في 2021 لهذا المخرج المبدع دونيفيل نوف فعلا عجز النقاط عند صدور هذا الفيلم وعنده أنا عندما شهدته منذ حوالي يومين بصالة الآيماكس أكيد بأجمل ما كان ممكن شهد فيه هذا الفيلم أن يجدوا فعلا عن إيجاد كلمة ومفردة واحدة للتعبير عن مدى روعة الفيلم البصرية والسماعية أنا بالنسبة لي يمكن الكلمة للإيتا ويمكن ما بتعبر حتى عن حقه باعتبرته مكثف مكثف الروعة فعلا يعني شو بدي أقول لك صناعة هذا الفيلم وكل العناصر التقنية ما بدنا ننسى أنه أول فيم حتى ترشح لعشة جوائز أوسكار وحاز منا ستة ودون شك أنه هذا الفيلم بموسم الأوسكار ليس الحالي المقبل أكيد كمان راح يحصيح حقك نجاح كبير ومكما ذكرته يعني نحن هلأ بفترة تراجع 18% وب38% عن 2019 يعني ما قبل الجراحة هذا الفيلم هو الأول الوحيد لحتى فعلا هذا الشتاء البارد والقارس اللي حكينا عنه من فكرة أنه فعلا هلأ نوصل على ربيع يكون دافئ ويكون هو بداية لنجاح جدا كبير ويتل بقوله كل الأشياء السينما وحبي السينما كانوا بفارغ الصبر لحتى يشاهدوا هذا الفيلم وفعلا لن يخيب الأمل